على السلام عليكم والتركياتو عزيزي على المتابع العرب الجميل انبارح طبعا كان فيه القرعة بتاع كاس امه افريقية لا انا انمت يا عفضلت قاعد مستني قال لك القرعة الساعة ستة ولا الساعة سبعة جابوا لك شوية عالي الاول عملين يغنوا ما تفهمش اذا كانوا بيشتمونا ولا بيستغلوا ان احنا مش فاهمين اللهجة الانجليزية ولا الفرنسية ولا ايه قاعدين عملين يغنوا شوية جيبوا الحج ديوب بعد كده جابوا ربح ماجر ودروك بقى وصموا الاتو واحدة بتلعب كرة القدم نسائية وبتاع ولكن اللي صبرني على هذه القرعة يعني البنت دي بصراحة يعني حسيت ان الكاميرون اخيرا تقدمت وفتحت نفسي ان انا ما اتفرجش على البطولة ان شاء الله يعني في بيتنا ان شاء الله نسافر الكاميرون ونتابع البطولة في استادات الكاميرون بإذن الله يعني ولكن حابب اقولك ان النسخة دي النسخة 2022 هيكون فيها سبع منتخبات عربية الجزائر والمغرب ومصر وتونس السودان وموريتانيا وجزر الكمر في سبع منتخبات عربية وخلينا اقولك كده من موقعي هذا من قبل ما البطولة تبدأ ان شاء الله يعني انا ولا جاي اتكلم في توقعات ولا الكلام ده كله ولكن يعني بنسبة 100% ان شاء الله يعني البطولة هكون عربية ان شاء الله خلينا اقول لك عربية بإذن الله برغم ان هي تتلاقي في اراضي الكاميرونية ولكن مدام وصلك هذا الفيديو يعني بمن انا بقال كتير ما بعملش اي فيديوهات ولا اي حاجة وحاس الناس ممكن تكون ناسياني انا علي سعيدي يا عزيزي لو حضرك مش فاكرني يعني ما تنساش ناك تعملنا لايك من هنا الان الان وتسيب لنا رأيك تعتب كومنت ولو عايز تشترك في القناة اتفضل البطولة طبعا يا عزيزي هتلاقي على نفس النظام اللي تلاعب فيه بطولة امه وافريقيا في 2019 يعني وهي 24 تاريخ فالمجموعة الاولى بتضم الكاميرون وبركينا فاسو واسيوبيا والراس الاخضر وراس الاخضر دي دولة راسها اكبر من راس البر تقريبا معرفش ايه الراس الاخضر دي ولكن نتمنى ان احنا نقابل اثيوبيا كده كمصريين يعني ملعبهم على المية واللعب ابي احمد على هدوم ولكن ما الناس ده عايزين نفس الكرة القدم خالص عن السياسة وكلام ده كله ولكن كل التوفيق لاشقان اثيوبيا ونتمنى ان احنا نقابل المجموعة التانية عزيزي بتضم السنغال وزنبابوي وغينيا وملاوي السنغال هي كانت وصيف افريقيا في 2019 اللي الجزائر كثبتها مرتين مرة في دور المجموعات ومرة في النهاء الحمد لله يعني ولكن نتوقع يعني ان السنغال وغينيا هما اللي سعدوا من المجموعة المجموعة التالتة عزيزي وهي بتضم المغرب وغانا وجزر القمر والجابون انا شايفة ان هي مجموعة قوية جدا يعني وانا عارف ان المنتخب المغربي منتخب قوي كل حاجة وبتاعه ولكن اكيد مش هيكرر نفس المشكلة اللي عملها في هما افريقيا 2019 بنين حكيم زياش لما ضيع ضربة الجزائر وغبالك وبنين فازت وبتاعه خرجوا بطريقة غريبة قوي يعني ولكن المنتخب المغربي عنده مشكلة انا مش فهمها يعني عنده لعيبة قوية جدا عنده لعيبة بيلعبوا في اقوى واحسن دوريات العالم وغبالك ولكن دايما بيسوبوا كده سوق حظ في المدرب تحس المدرب عنده حاجات كتير وبتاعه ولكن مش عارف يستغلها وبتاعه ولكن انا حسس ان المنتخب المغربي في هذه النسخة هيقدم نسخة قوية جدا 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 يعني وهنتفاجئ بكلين المجموعة الرابع يا عزيزي وهي بتضم ناجيريا كتصنيف اول ومصر كتصنيف تاني وما تستغربش ما تستغربش احنا اللي عملنا كده في نفسنا ده احنا ممكن نبقى تصنيف تالت ولا تصنيف رابع ولا بتاعه صح صح معنا كده شوية عن محسومة بدر ولكن فيها ناجيريا وفيها مصر وفيها السودان دولتنا الشقيقة وغينيا بيساو انا شايف ان المجموعة لمصر برضو هي مش صعبة ولا هي حاجة انت عندك فرصة انك تطلع اول وتاني وما فيش احسن تولت يعني مش للدرجات دي يعني يبقى مهزئين يعني ان شاء الله يعني ممكن مصر تصعد فيها اول ولكن المنتخب الناجيري حلو انا شايفه منتخب حلو يعني فيه ناس تقعد تقولك لا اصلا ده مش ناجيريا اجيلي الزهبي بتاع زمان او بتاع ولكن المنتخب عنده متوسط الاعمار بتاعه صغير الاعال برضو صغيرة وبتاعه وبتاع عرف تجري وبتاع واكيد بيلعبوا برضو في الملاعب الافريقية احسن ما يلعبوا في اي ملاعب لو البطولة دي تلاقي في ملاعب عربية وبتاع واخدين على الملاعب الافريقية وعلى الجو الافريكي والكلام ده كله انا اتوقع يعني ان شاء الله اتوقع ان شاء الله ان مصر باذن الله تاخد العلامة الكاملة من هذه المجموعة وتصعد اول علشان مش عايزين نقابل حد من المجموعة الخمس يعني مش عايزين نحاق يعني لو مصر طلع الثاني قبلة الاول بتاع المجموعة الخمسة اللي انا جايلكو دلوقت على المجموعة الخمسة يعني بتاعت ولكن ان شاء الله مصر تطلع الاول تهازي المجموعة ونتفادى بقى قبل الثاني مثلا من المجموعة الخمسة تبقى احناينا شوي المجموعة الخمسة يا عزيزي بسم الله الرحمن الرحيم وبها ينستعين وعلينا يتوكل على الجزائر على الجزائر وكوت فور وسيلاريون وغينيا الاسوائية وأتمنى إن شاء الله في مطش كوتيفور يا عم بغداد بنجاح بإذن الله كده ما تضيعش ضرب الجزائر ما تضيعش ضرب الجزائر وتخليها كلها نعيط في بيوتنا وجمال بن ميضي عيط ومش عارف إيه وبتاع إن شاء الله ومعرفش إيه حوار كوتيفور لزق في الجزائر كل شوية وبتاع ولكن إن شاء الله أنا أتمنى طبعا الفوز للمنتخب الجزائري والجزائري المنتخب الجزائري إن شاء الله هيحقق العلامة الكاملة يعني ولكن أنا مش عايزي الناس تزود الموضوع الصعوبة شوية على المنتخب الجزائري يعني منفعش تقول الجزائر هتاخد أمم أفريقيا الجزائر هتصعد مش عارف إيه الجزائر هتكسب السبعة متوشعة بطاعة كلهم علشان تتعادل مع إيطاليا وبتاع الجزائر بالمناسبة كسبانا 27 ماتش بلا هزيمة ما عنديش أي مشكلة ولكن أحلى حاجة بتعجبني في المنتخب الجزائري خلينا نتكلم بمنطقية شوية إن المنتخب ده لا يشبع بسم الله ما شاء الله يعني محققش مثلا أمم أفريقيا ونام على كده وكلما حد يكلم لك ما أنا محقق بطوله يا عم يا عم أنا لاعب العكس ده من بعد أمم أفريقيا من 2019 لحد وقتين في 2021 المنتخب الجزائري عطشان فوز واهبالك لاعب كولومبيا وكسب كولومبيا المكسيكي تعادلت معاه بالعافية 2-2 برغم إن كان بيلعب عشر لعيبة لاعب متوشة ودية كتير لاعب مع ناجيريا واهبالك تصفيات أمم أفريقيا بسم الله ما شاء الله ما تهزمش ولا ماتش وهبالك ولسه فيه تصفيات كاس العلم الشهر القادم وبتاع هو يعني إنك توصل للقمة الناس بيقولوا سهل بالبلدي كده ولكن الحفاظ عليها دي حاجة صعبة المنتخب الجزائري حقق المعادلة الحمد لله عنده لعبة بسم الله ما شاء الله بتمتاز 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 بالروح القتالية يعني لقب محاربي الصحراء ده مش جاي من فراغ ولا أي حاجة ولكن أتمنى من المنتخب الجزائري يفضل زي ما هو يركز بس في الماتش يعني يجيش بقى حرب إعلامية ولا ضغوط إعلامية ولا حد يقولك لا الأداء المرة دي ما كانش حلو في الماتش دوت الأداء مش عارف إيه وبتاع لا أداء المنتخب الجزائري كان من بداية 2019 في البطولة بسم الله ما شاء الله كان تصعودي يعني ابتدى أول ماتش كده أبهر الجميع لحد ما في نهاية البطولة اتجننا كلنا على المنتخب الجزائري وقلنا لا المنتخب ده المفهود أنه ملعبش في أفريقيا منتخب ده طموح أنه يوصل لكاس العلم ويعمل مفاجأة في كاس العلم وما زال المنتخب الجزائري محافظ على هذه الواتيرة وما زال المنتخب الجزائري عنده الجرينتا والروح والعزيمة والكلام ده كله وإن شاء الله نتمنى المنتخب الجزائري نفرح والله العظيم لكن أنا لما تيجي تسألني مثلا يا علي أنت قلت أن البطولة عربية يعني هو مين اللي ممكن أنه ياخد البطولة أمم أفريقيا 2022 مدام أنت قلت البطولة هتخدها دولة عربية إحنا نمشي بقى بالترتيب كده هو واللي عايز يزعل يزعل ما فيش مشكلة يعني رقم 1 المنتخب الجزائري رقم 2 المنتخب المغربي رقم 3 المنتخب المصري رقم 4 المنتخب التونسي مع احترامي طبعا لأشقاءنا السودانيين وأشقاءنا الموريتانيين وأشقاءنا جزء كامل بمناسبة يعني أنا عايز أقولك أن المنتخب الموريتاني الموريتاني عمل شغل إحنا ما عملناهوش المتحدي الكرة عمل شغل إحنا طلع 17 لعيب يلعبه في أشهر دوريات في العالم اللعيب الموريتاني هتتفاجئ هتتفاجئ يا عزيزي بأداء المنتخب الموريتاني نفس الكلام المنتخب السوداني أنا أنا ما عرفش بصراحة الهلال السوداني والمريخ السوداني قوة بتاعتهم ما بقيتش زي الأول ولكن المنتخب السوداني حلو حلوة أول منتخب الثاني لما يطلع جنوب أفريقيا من التصفيات المجموعة ويعمل نتائج جمدة جداً مع غانا ويبقى طالع تاني المجموعة دي حاجة حلوة جداً يعني عندك المنتخب اللي هو جزر الكمر ما ينفعش برضو أن أنا أقلل منه أن أنا تعادلت معاه أنا كمنتخب مصري ها 7000 صنع حضارة وأكتر فريق واخد البطولة والكلام ده كله أنا تعادلت مع منتخب جزر الكمر في أرضه أي نعم كسبته أربعة هنا بس أنا كسبته إمتى لما هو ضمن الصعود أول ما ضمن هو الصعود عادي ما فيش مشكلة الراجل قبل ما يبدأ الموتش هو كده كده صعد فإحنا كسبناه أربعة ولكن كل التوفيق للمنتخبات العربية وأنا إن شاء الله كده حاسس كده إن الكاميرون يا لأ عمالك جاهز كده تجهيزات حلو بتاع بتقول لي تعالى فأنا لولية جارتي لحاجة أمو محمود دخلت معاها جمعية قلت لها إن شاء الله هنقبضها في 31 ديسمبر إن شاء الله لولية دي طلعت صدقة في كلامها هاخد فلوس الجامعية وأحد بلقوا محدش يقول لي يعني إيه جامعية يعني كذا حد بيدفع كده هوت فلوس وكل واحد بيقبض في رهية الشهر يعني فأنا قلت دوري يبقى 31 ديسمبر أخد فلوس الجامعية وأطلع على الكاميرون وأعد في أوسخ فندق هناك عشان أوفر فلوس وأقدر أجيب التذاكر وأروح أقعد في أتفرج على الموتوشة في الإستاذات وبتاع وحاس إن هي تبقى أجوة حلوة فأنا بستعدي من الآن من الآن يا عزيزي هتلاقي إن فيه شوط أول وشوط ثاني والشوط الثالث يبقى معالي السعيدة هنقولولك إن شاء الله في الشارع مش عايزين نقاطها يا عالمجموعة السادسة والأخيرة يا عزيزي ودائما الإجابة طبقى تونس لو أنت مش عارف يعني ولكن عايز أقولك إن المجموعة السادسة تبقى تونس ومالي وموريتانيا وغامبيا فأنا أتوقع طبعا إن الأول إن شاء الله هيبقى تونس والمنتخب المالي منتخب شارس جدا 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 بيشوطهم النص الأرض بصت لقى كورة رجعت في المقص أنا معرفش والله العزيزي ولكن منتخب قوي جدا أتوقع إن شاء الله إن تونس يعني تعدل شوية من أموره أنا معرفش المنتخب التونسي يعني أوقعي نعم المنتخب التونسي طلع من قبل النهائي في بطولة أم أفريقيا 2019 بتاع ولكن الأداء برضو ما كانش حلوة أوي يعني طلع أمامنا جيري أنا عارف يعني ولكن المنتخب التونسي أتمنى من الله أنه يقدم نسخة قوية في 2022 وما لكمش حجة يعني عندك وقت كبير إن أنت استعديت وبتاع عملت تصفيات أم أفريقيا حلوة أوي بالعلامة الكاملة عملت متوشة ودية ما فيش مشكلة إن خسرت في آخر مطش مع الجزائر التونسي ولكن المنت التونسي برضو تحس إن هو نقص الإنسجام شوية عنده برضو إيه تحس إن العيبة عنده مشتتة شوية وبتاع واللي بتو من إزاز ما يحدفش الناس بالطوق لما تيجي تتكلم عن تونس تقول لك لأ طب ما المنتخب المصري المنتخب المصري مالوش ملامح للا أسف يعني عزيزي مالوش ملامح كل يعني كل الفرقة المنتخبات العربية لعبة متوشة ودية علشان علشان أدي جي بقولك علشان تحسن من ترتبها في الفيفا الترتيب العالمي في الفيفا والترتيب الأفريقي وبتاع وكانت النتيجة إن المنتخب معظمة يعني المنتخبات العربية المغرب وتونس والجزائر تلعوا تصنيف أول ومصر تصنيف تاني لأن مصر ملعبتش أي مصر ملعب الناس عايزة تزود ترتبة في الفيفا وإحنا كنا بنزود مرتب الكابتن حسام البدري وصل لنصف مليون جنيه في الشهر بسم الله ما شاء الله يعني فإحنا لحد الوقت محدش يقول لي المنتخب المصري إنت شايفه إيه علو بتاعنا مش شايف منتخب مصر والله أنا نسيت المنتخب المصر ونسيت اللعبة اللي هتلعب فيه ونسيت الدفاع ونسيت اللجومه بتاع وأنا معرفش إلا غير محمد صلاح هو اللي هيلعب في المنتخب المصري أبقى باقي اللعبة وباقي التشكيلة وأداء المنتخب وبتاع مفيش الراجل ملعبش ولا ماتش ودي ومحدش عايز يجاوبنا على السؤال اللي أنا بسأله ده إشمعنا إحنا المنتخب الوحيد تتوقف الدولي جميع الدوريات وقفت وقالوا يالله يا جماعة إلعبه اللي عايز يلعب ماتش ودي يلعب اللي عايز يلعب تصفيات يتناهي اللي عايز يعمل معسكرات يلعب والكابتن حسام البدري بتاعنا كان قاعد في كندا يا جماعة قاعد في كندا عشان بيتطمن على نتيجة بنته لوجي بيتطمن على نتيجة بنته ولاده وبتاعه ويسايب المنتخب على المصري وبيقولك بيتعب بيتابع المنتخب مش عارف على السكاي بيه وعلى مش عارف ليه يا عام ليه إحنا جايبين خبير استراتيجي ما أنت مصري زينا يا عام محسن فأتمنى من الله كده إن المنتخب المصري بسم الله ما يخرجش من دور الستاشر يعني بسبب جنوب أفريقيا ولا ولا يحاول إن هو يخرج من دور التمانية ولا كده يعني إحنا أملنا في الله كبير كده إن المنتخب المصري يستعيد قوته كده ويلعبه بتاعه يا سلام بقى يا سلام كده لو إنهائي بأنهائي عرب الجزائر أمام مصر وأخبالك الجزائر أمام المغرب الجزائر أمام تونس مصر أمام المغرب أو تونس أو بتاعه تبقى حلوة أو يعني بقدناهم علقة كده بحقر ضرهم يا جماعة وعرفنا إن إحنا ننكد عليهم طبعا إحنا مش عايزين نسبة إلى الأحداث يعني أنا معرفش إذا كانت البطولة ده تلعب ولا لأ يعني إحنا بنقول إن شاء الله بإذن الله يع أجلت كده مرة أخبالك ومرة يقول لك هتروح مصر وهتروح مش عارف المغرب والكاميرا ومش قادرة تنظمه بتاع البطولة تتلاقي في أوائل شهر يناير القادم 2022 وتنتهي في فبراير ولكن العالم عمال يتغير يا عزيزي العالم عمال يتغير ما أنا مش عارف يعني يعني أنا سمع إن في كده مجموعة اسمها يعني مجموعة من الطلاب سلموها الطالبان قعدوا هناك دلوقتي ما أنت خيم في أفغانستان وبتاع فمش عارف أنت جاي تقول لي تتوقعك إيه علي وتتوقع مين اللي يصعد في دور الم مجموعات ومين لها في دور الستاشر وبتاع لا طاقات دي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ما نعرفش يا جماعة ما نعرفش يا جماعة ما الناس دي ممكن يجو مصر ولا يجو نيلة ولا بتاع فالعالم عمال يتغير حوالينا والدنيا والتطورات وأزمات وفيروسات ومش عارف ايه وبتاع أخيرا حابة بقول قبل مني الفيديو رحم الله كل شهدانة من الحرائق اللي حصلت أنا اكتشفت إن حصل حرائق كمان مش في الجزائر بس ولا ولا ولاية تيزي اوزو ولا بيجاية ولا باقي الخمستاشر ولاية الل في تركيا وحصل في بلاد أوروبية ملناش دعوا بهم مش هندعي لهم يعني ولكن رحم الله كل اللي اتوفى في الجزائر والمغرب وتونس وإن شاء الله كده تكون نار بردا وسلام عليكم وحشتوني أخيرا يعني وأنا عارف إن أنا طولت جامد قوي 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 ولكن هنرجع بإذن الله وأنا مش عايز حد يشتمني في الكومنتات ويقولي كل شوية هتقول هنرجع وما ترجعش وبتاع لا إن شاء الله راجعين راجعين بكوة إن شاء الله ونبقى على التواصل بإذن الله كمان يوم أو يومين إن شاء الله في فيديو جديد هنزله إن إن شاء الله تابعونا بس عزيزي وشكرا إنك وصلت معي لنهاية الفيديو آسف لو طولت عليك عشان أنت وحشني لو أنا مش وحشك فأنت وحشني عزيزي ما تنساش أخيرا أنك تعملين لايك للفيديو وتسيب لينا رأيك تحت بكومنت ولو أو ما اشتركتش في القناة بأكد عليك أهو فعل زر الجرس واشترك